اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء كشف بيانه الرئاسي تفاصيل اجتماع الرئيس برهم صالح مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ذكر البيان ان رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل ابو الغيط وناقش معه مجملة الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة حيث بيان ان الجهود السياسية والامنية في العراق وبعد الانتصار على داعش تتركز على العمل من اجل ان يكون النصر ناجزا ونهائيا بالقضاء على الاصابات الارهابية وتكريس بيئة استقرار امني وسياسي واجتماعي تساعد في التقدم بمشاريع البناء والاعمار وتطوير البناء الاقتصادية والخدمية في البلاد وزير الخارجية محمد علي الحكيم بدوره اعلن مناقشة موضوع الاتداءات الاسرائيلي على المناطق العربية مع امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط قال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع ابو الغيط انه تم بحث مستجدات الاوضاع في المنطقة لأسيما ازمان سوريا واليمن وليبيا بفضلا عن تطورات القضية الايرانية الامريكية ومحاولات العراق للتخفيف من حدة الصراع القائمة دبلوماسيا ايضا دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي البرلمانات الاسيوية والعربية دعاها الى حل الخلافات بين الدول مكتب الحلبوسي ذكر ان الاخير استقبل الامين العام للاتحاد البرلمانات الاسيوية والامين العام للاتحاد البرلماني العربي في مستهل اللقاء رحب الحلبوسي بكل الدول المشاركة في الاجتماع لجنة التخطيط والموازنة الاسيوية في بغداد مؤكدا حرص رئاسة مجلس النواب العراقي على توفير كل المتطلبات لإضمان نجاح الاجتماع وتحقيق اهدافه في ملف استهداف المقرات العسكرية اكد عضو اتلاف الوطنية حامد المطلق اكد امتلاك رئيس الحكومة عادل عبد المهدي والقوى السياسية والحجد الحقائق الدامغة عن كيفية القصف الذي طاول معسكرات الحجد وقال المطلق ان لعبد المهدي فرصة لمصارحة المجتمع العراقي بشأن حقيقة القصف حيث سيضمن من خلالها دعم وتعاطف العراقيين والدول الرافضة للكيان الصهيوني لكن بشرط ان يأمر في الوقت ذاته بمنع تحويل العراق الى مخازنة لأسلحة من دول اخرى الى ذلك اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي على الايام المقبلة ستظهر على نتائج التحقيق الجاري بشأن استهداف مقرات الحجد الخفاجي خلال استقباله في برنامج الحصيل الذي عرض على شاشة الديار اشار الى ان الاجراءات التحقيقية تجري وفق السياقات الاحترافية والقانونية المعسكر السقر وكذلك شمال غرب بلد المعطيات والتحقيق اللي وصلنا الى بحدود الـ 75 الى 80% وعلى ضوء هذه المعطيات التحقيق بعدها مستمر بجهات محترفة جدا واحتمال حتى جهات دولية ممكن ان تساعدنا في هذا التحقيق من ضمن هذه المعطيات عفوا بس التحقيق الدولي مشترك بالتحقيق لا لا هذا شيء خاص بنا احنا بس احنا من نحتاج جهات دولية في بعض الاحيان نطلبها الاهم في هذا الموضوع انه القائد العام اتخذ قرارات لها تعليق او لها تعلق بالتحقيق من ضمنها اللي هو منع الطيران وحضر الطيران وكذلك ايضا معالي وزير الدفاقة باليومين او ثلاثة ايام بالتحديد اصدر بيان بانه اي اعتداء على اي جهة تعمل داخل العراق حجر الشعبي بحش مرقى قوات التحالف كله يعتبر اعتداء على العراق وهذا سوف يتم التعامل معه على انه معتدي واعتقد هذا ايضا رد للتحقيق اللي سبق ان اجري واللي نتاجه لحد الان ان شاء الله في القريب العجل سوف تظهر في الميدان افاد الناطق باسم وزارة الداخلية بالقاء القفض على اربعة دواعش كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة والجند بايمن الموصل وقال معا في بيرن ان فوج طوارئ الشرطة الخامس التابع لقيادة الشرطة نينوى وبناء على مذكرة قبض قضائية اعتقل اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في مناطق باب الجديد ورأس الجادة والهرامات في الجانب الايمن لمدينة الموصل تفقد رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي تفقد مديرية الاستخبارات العسكرية للوقوف على تفاصيل وتقييم وتحليل الوضع الامني في مختلف القواطع وانتقل غانمي بمدير الاستخبارات العسكرية واضباط المديرية حيث قدم مدير المديرية اجازا مفصلا عن اخر المستجدات الاستخبارية ضمن قواطع العمليات نطلع عن كسب على تقييم دقيق للوضع الامني في قواطع العمليات ولذلك جئنا إلى مركز العمليات هنا في مديرة الاستخدارات العسكرية كان تقييم واضح لكل قاطع من قواطع العمليات يعني اضمن تقاصيل وتقييم وتحليل دقيق للموضع الأمني تقريبا متطابق مع رؤانة الميدان قد أكبر الملاحظات البسيطة بس كانت تقييم حقيقة منصف وجيد وشامل لحجم العدو بالتقارير المقبلة ان شاء الله وبالتقييم للعمليات اللي جرت فيها قواطع حجم العدو في تنازل الهجمات الارهابية في انخفاف يحتاج انفع للاستخبارات عن حركة العدو وبشاني الخلافات بين المركز والأقليم كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رزان الشيخ ديلير عن اتفاق داخل حكومة أقليم كردستان العراق لتسليم عائدات النفط وإرادات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية في بغداد قالت ديلير ان العلاقات بين حكومتي بغداد واربيل ايجابية يمكنها ان تثمر عن نتائج مهمة لافتة الى ان الحكومة وحكومة الاقليم تريد ان تكون قريبة من بغداد لانها ترى ان قوتها من قوة العراق الموحد في ملف الاستثمارات دخلت صحراء محافظة الانبار فعليا بمشاريع الاستخراج النفطي حيث اصبحت الصقار والرطبة حجر اساس للمشروع الجديد في المحافظة مختصون عدوا هذه المناطق بانها البداية لرفع المنتوج الوطني من النفط تركيز على الاستكشاف في المناطق المحررة الصحراء الغربية ومحافظة الانبار صراحة مناطق غلية جدا وبناطق واعدة وذات احتمالية عالية جدا بمخزوناتها من النفط والغاز والغاز بالدرجة الاولى اليوم وضعنا النمسات الاولى حقيقة لوضع وبداية الشركات الاستكشافية النفطية في العراق ان تكون حاضرة في محافظة الانبار وهذه الوضع الامني بشكل عام هو وضع مستتب ومستقر وهذا ايضا من حاجة العراق بشكل عام الى ان تكون هناك وزارة النفط لها دورها الكبير جدا من سبب الظروف التي مرت بها بحد داعش ان تكون النشاط الاقتصادي مهم جدا علنت الامم المتحدة في تقريرا لها ان اكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات لكي يبقوا على قيد الحياة واضف التقرير ان العنف يزداد في اليمن واطراف النزاع والمجتمع الدولي امام مسئولية كبيرة اقليميا قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان بلاده لن تترك طاولة المفاوضات ومستعد الاستئناف العمل بالتزاماتها بالاتفاق النووي اذا نفذ الاوروبيون تعاهداتهم مسئولي قال ان الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات النووية باتت جاهزة للتنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزامات النووية باتت واضحة وجاهزة للتنفيذ وهي اكثر سرامة من الخطوتين الاولى والثانية واذا رأينا ان المقترحة الفرنسية والمفاوضات تصب في صالح تطبيق الاتفاق النووي وفي اطار التطبيق الالتزامات الاوروبية قد لا نقدم على تطبيق الخطوة الثالثة أكد زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين أن حزبه ينسق مع أحزاب المعارضة على منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق من جانبه هدد حزب المحافظين بأقصاء النواب الأعضاء بالحزب في حال تصويتهم مع المعارضة ضد قرارات الحكومة ليس من الديمقراطية بمكان أن يمنع نواب البرلمان من أداء واجبهم بمساءلة الحكومة وسياساتها وعلينا كنواب أن نماثل دوائرنا الانتخابية كما أؤكد من جديد أن التعليق نشاط البرلمان قرار غير ديمقراطي على الإطلاق كما يبدو واضحا الانسحاب من دون اتفاق هو في واقع الأمر انسحاب كما يريده دونالد ترامب وهذا سيفرض علينا اتفاقا أحادي الجانب في الاتفاق التشاري مع الولايات المتحدة ويضعنا تحت رحمة الرئيس الأمريكي ترامب والشركات الأمريكية العملاقة أخيرا علن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف إن روسيا جانب عدد من الدول ستكون ضامن للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية وعرب كابولوف عن اعتماد أو اعتقاد موسكو بأن انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المقاطعات في أفغانستان يجب أن يؤدي إلى خفاض مستوى العنف هناك ختام الموجز ونذكر أنكم تستطيعون متابعتنا على مواقع فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة